السلام عليكم ورحمة الله واركاته يلا بينا نعمل النهاردة فطائر كده مختلفة شوية حنا عملنا مع بعض قبل كده فطائر كتير وكانت نتيجتها بصراحة كلها اجمل من بعض بس المرة دي عملتها بطريقة مختلفة شوية وهي ان انا عملتها في الطاصة على النار قلت اتجرب معاكم الوصفة دي وشوف نتيجتها عاملة ازاي وهل هي احلى من الفرن ولا في الفرن احلى هنشوف كل ده مع بعض واحنا شغالين عايزة وريكو بس قد ايه هي موراقة طبعا من جوا شايفين عاملة زي ما شاء الله طلع موراقة جدا وانو حلوة قوي بس تعالوا نشوف هنعملها زي قبل ما اتدر الفيديو لأول مرة تفرجع لفيديوهاتي ياريت تشتركوا معاي في قناة وتنسوش تفعلوا الجرس عشان لست في وصفاتي ان شاء الله كتير هنعملها مع بعض ويلا بينا بقى ما تنسوش طبعا اللايك ويلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اسهل حاجة في الفطير هو العجينة هي العجينة مش محتاجة اي افتكاسات خالص هو كل اللي بنحطه ضيق وملح ومية طبعا انا استخدمت نصف كيلو من الضيق واستخدمت معي حوالي 300 مل من المية طبعا كمية المية مش بتتحدد ودايما نقول لكم الموضوع ده لان انواع الضيق بتختلف فانتي هتبتدي بقى تنزلي المية بالتدريب اللي هورهولكو دلوقتي يبقى احنا حطينا ضيق ومية وملح بس كده عجلنا بقى كويس جدا وفي اخر مرحلة في العجين حطيت معلقة بس من الزيت عشان هي دي اللي بتخلي العجينة معيك تبقى ملمسها ناهم اوي كده ابتدي عجل كويس اوي ما يقلش عن ربع ساعة يعني ويمكن اكتر كميل لحد شايفين قوام العجينة عامل ازاي كده بقت العجينة جاهزة معي هريحها بقى شوية سيبها ترتاح كده شوية وبعد كده عشان اقدر افرادها بس بسهولة وبعد ما سبتها ترتاح مش لازم نسيبها في المرحلة دي كتير لان انا لسه هنسيبها ترتاح مرتين كمان عبتدي بقى افرادها كده بالطرق دي وابتدي اجيب زبدة تكون طرية اهم حاجة بقى ان احنا نوزع الزبدة كويس جدا مش هنزوي الزبدة يعني حوالي ربع كوبية كده من الزبدة عايز اقول لكم ان هي دي بتفرق جدا وبتخلي العجينة مراءة معيك جدا ابتدي اوزعها بس كويس وطبعا احنا لسه هنحط سامنة فعشان كده قلتلكم بلاش نزوي الزبدة قوي هي انا بس حطتها عشان تورق معي العجينة وتطلع معيك الفطيرة حلو وبعد كده لفتها ابتديتها لفها رول كده بالشكل ده وحبتدي بقى ان انا اقطعها القطع انا على حسب بقى ما انت عايز الفطيرة حجمها قدقي بس طبعا احنا عشان هنعملها فطيرة طوصة فمش هنكبر حجمها قوي هنعمل حجمها صغير فيعني هنقطعها بقى الكور كده يعني نص كيلو عمل معي تسع كور وطبعا فيه اتنين كده صغيرين فانا حطتهم مع بعض في واحدة يعني هنقول ثمان فطير بعد كده هجيب طبقة كده وحط فيه شوية زيت وابتدي بقى يعني احاول بقى ان انا اغلف العجينة بالزيت ده عشان ما تقشفش معي ولا تنشف بالطريقة زي كده وابتدي ارصها في الطبق وحسابها بقى تفتح في التلاجة شوية كده حوالي نص ساعة كده او ساعة بعد ما سبتها بقى في التلاجة اخدت وقتها كل طبعا ما حتسابيها وقت اطول هتبقى معايكي حلوة جدا وحتفرد معايكي بمنتهى سهولة ومش هتقطع معايكي بعد ما سبتها بقى في التلاجة اخد بقى القطعة كده ههم حاجة ان احنا طبعا نحط زيت كويس جدا لان الزيت ده هو اللي حيساعدك ان انت تفرد العجينة بمنتهى سهولة شايفين مش هتحتاج معايكي اي مجهود خلص نبتدي نحط بقى الزيت كده ونفرد العجينة شايفين هي ان انا مش ببطط انا بس بمجرد ما بعمل بايدي كده بتتفرد معاي بسهولة جدا لان طبعا قوام العجينة حلو هو اللي ساعدني ان العجينة تطلع معايا بالطريقة دي وفي نفس الوقت ان انا سبت العجينة ترتاح يعني دول حاجتين مهمين جدا في عمل الفطير ان انت ما تخليهاش عجينة لابسها ولا هي نشفة ولا هي طريقة قوي يبقى قوامها مناسب بعد كده بعد ما العجينة تفردت معاي لحاول نهويها بس شوية كده زي ما بيقولوا كده اوه هتشايفين بالطريقة دي شايفين بقى ابتدت الرخامة بان معايا ملعجينة وحتى لو تقطعت مفيش اي مشكلة احنا كده كده هنبتدي نطبقها داني على بعض فمش لو تقطع معايا حتى مفيش اي مشكلة بعد كده بحب اجيب انها بقى سمنة او ممكن تحطي زيت لو ما عندي جيش سمنة ممكن تستخدمي زيت انا كده كده حطي زبدة في النص فمش مشكلة لو مفيش سمنة ممكن تستخدمي زيت وبيطلع نتجتها حلوة جدا برضو بس السمنة طبعا بتبقى حلوة قوي ابتدي بقى اطبقها على الجنب ده كده بترازي وكل بين كل تانية وتانية كده نبتدي نحط معايا بس ان نستمنى عشان تورق معيك ونفردها كده بادينا شايفين بترازي كده ابتديت بقى اطبقها كده هنطبقها بقى بالجنيب كمان عشان انا عايزها ترجع كورة تاني اعملها كورة كده بالشكل ده وهرجع بقى اسيبها في الطبق تانية حطها في طبق وهسيبها برضو ترتاح شوية كمان في التلاجة او بره التلاجة مفيش مشكلة بس هنسيبها ترتاح عشان لما نيجي نفردها تتفرد معنا بسهولة تاني لحد ما اعمل بقيت الكمية كلها عملت بقى الكمية اللي عندي كلها بنفس الطريقة دي بعد ما سبتها ترتاح هرجع اجيبها تاني هحط شوية زيت برضو انا حطى بقى طاصة على النار مسخنية طبعا اهم حاجة النار تكون متوسطة جدا وابتدي بقى افردها مش هفردها كتير لان هي طبعا حجمها صغير اصلا فانا هعملها صغيرة هبتدي بس افردها كده يعني نحاول بقى نسويها ونفردها بالطرقة دي لحد ما نعملها بشكل بيضاوي كده بعد كده بعد ما تفردت معايا زي ما قلت لكم مش هنفردها مش هنخليها رؤياة قوي الطاصة بقى على النار سخنت انا مهدية النار مش معليها خالص وبعدين حطيت معلقة من السمنة يعني مش هنحط سمنة كتير برضو وبعد كده نبتدي ناخدها بقى في الطاصة بتاعتي ونفردها بالشكل ده زي ما قلت لكم انا مهدية النار عشان تبتدي تستوي معايا ومتاخدش ما تتحرقش من الجناب وتاخد معايا اللون الدهبي اللي انتو شوفته في اول الفيديو فاهم حاجة درجة الحرارة تكون هادية ونبتدي بقى اهم حاجة برضو نبتدي اول ما نحس ان هي الجنب الاولين ابتدى يعني ياخد لون كده مش ياخد لون ان هو يدخل في التسوية نبتدي نقلبها حنقض نقلبها على الجنبين بقى باستمرار يعني نقلب شمال ويمين كده باستمرار ليه لان ده حيساعد الفيديو ان هي تقب وفي نفس الوقت هتستوم الجنبين حواريكو دلوقتي بقى وهي بترتفع كده شايفين كده لسه ما اخدتش لون اصلا بس انا هي بتدي تقلبها على الجنب التاني لو تلاحظوا بقى معايا وهي مقلوب واول ما قلبناها على الجنب التاني ابتدت الفطيرة تنفخ معايا ازاي شايفين اقرب لكم الكاميرا شوية لو انتو اخدين بالكو كده بقى يعني بتدي تدخل في التسوية وفي نفس الوقت بتدي تورق معاك طبعا الطرية دي حلوة جدا عن الفرن لو انت فرنك واطي درجة حرارته هادية لان دي بتساق الفطير مش قابي بقى عايز درجة حرارة عالية فانت بقى لو انت والفرن بتاعك درجة حرارته واطية يبقى استخدام الطصة دي حلوة قوي وهتديك نتيجة فطير حلوة جدا اهو شايفين ابتدت تنفخ معايا ازاي اهوات لو اخدتوا بالكو كده بانت اكتر شايفين ما شاء الله طلع جميلة جدا ومورقة وطبعا مستوية قوي لان انا هديت النار من الجنبين لحد ما اخدت اللون المزبوط كده بقى الفطير عندي بقى جاهز ما اخدش معايا وقت خالص في توصى على النار كده وعملته منتهى السولة بس هو بيختلف عن الفطير اللي بعمله في الفرن بصراحة في حاجة لان انا بزوت في الفطير اللي بعمله في الفرن قشطة فالقشطة طبعا بتنقله في حتة تانية خالص بس ده حلوة جدا ونتيجته حلوة وزي ما قلتلكم بيطعم عاكي مورق وطعمه حلو جدا يا رب بقى تجربوا الوصفة وتكون سهل عليكم وسلام عليكم ومتنسوش بقى الله